في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف العمالة الفنية المدربة والذي يأتي مواكبا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أكدت وزيرة التجارة وصناعة نيفين الجامع أن الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة ولتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة لاستعراض خطة مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية وتطوير مراكز التدريب الفني والمهنية